قول كيف أغسل قلبي من الهموم والأحزان والذنوب قبل دخول شهر رمضان أما الذنوب فبالتوبة منها والتوبة من الذنوب تكون بالإقلاع عن الدم والندم على الوقوع فيه والاستغفار لله تبارك وتعالى والعزم على عدم العود إليه أو إلى مثله وإن كان ذلك الذنب متعلقا بشيء من حقوق العباد أو رب العباد فعلى التائب المستغفر أن يؤدي هذه الحقوق هذا ما يتعلق بالذنوب أما الهموم والأحزان فعليه أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى عليه وأن يكثر من ذكر الله جل وعلا وأن يعلم أنه ما من شيء أصابه إلا بقضاء وقدر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأن حزنه زائل فإن هذه الحياة الدنيا هي دار ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فليسعى إلى أن يتذكر هذه المعاني وأن يعلم أنه ما من شيء أصابه إلا والله تعالى قد كتبه له فعليه أن يخرج من حالة الحزن بما يتوخاه مما أودعه الله تبارك وتعالى فيما أصابه من تمحيص وتطهير ورفع درجات فالمسلم حينما يبتليه الله تبارك وتعالى بشيء من الابتلاءات فإن ذلك يرفع له درجته ويطهره أتى الشوكة حينما يشاكها فإن في ذلك رفعا لدرجاته وتطهيرا لسيئاته وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في أمره كله فالله عز وجل يقول وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وكذا الحال بالنسبة للهموم التي تعتري الإنسان وغالبا ما تعتريه هذه الهموم من أمور الدنيا لأن أمر الدين واضح فإن كان مقصرا فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وليس له أن يتردد فيما يتعلق بما أمره الله عز وجل به أو نهاه عنه لكن غالبا ما تعتري الناس هذه الهموم بسبب حوادث الدنيا وفتنها وما يبتل المرء فيها فيصيب قلبه شيء من الهم لكن الدنيا كلها زائلة وهي فانية ما عندكم ينفد وما عند الله باق فإذا أدرك هذه الحقيقة وأن الدنيا بما أوتي المرء فيها وبالعمر الذي وهبه الله تبارك وتعالى للعباد وما خول إياه من صحة أو من مال أو من غير ذلك أن كل ذلك زائل وأن الباقي إنما هو الحياة الآخرة فعليه حينئذ أن يوقن أن الدنيا دار عبور وأنه عنها منقول إلى الدار الآخرة فليعمر آخرته بطاعة الله عز وجل في أولاه في دنياه وإصابة المسلم أو إصابة المرء بشيء من الهموم والأحزان ليست بقدح في دينه ولا في خلقه فإن الإنسان خطاء يقع في الخطأ وهو ضعيف وقلبه يتأثر فيحزن لفراق عزيز ويصيب الهم على سبيل المثال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من الدين ويقول بأن الدين هم وكذلك حالات يعني أن يتسلط عليه ظالم على سبيل المثال أو أن يقره الرجال أو أن يبتلى بما يقدح في عرضه أو أن يبتلى في ماله فإن هذه الحوادث تصيب قلب الإنسان بشيء من الهموم والأحزان لكن عليه كما تقدم أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه وأن يعلم أن هذه اللحظة ستمر وأن الحياة كلها فانية وأن الذي يبقى ويخلد له إنما هو ما يقدمه لنفسه للحياة الآخرة الزاد الذي يبلغ وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى فربنا عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة عليه أن يتحلى بالصبر الجميل وأن يعمد إلى الصلاة التي يخفف الله عز وجل بها من همومه وأحزانه ويقضي بها مآربة فيلجأ ويكثر من الصلاة هناك أبواب كثيرة مما يمكن أن يفرج هذه الهموم ويسر أحوال العسر التي يمر بها المسلم تعرضنا لها فيما مضى ويمكن أن نتعرض لها أيضا في مناسبات أخرى بإذن الله عز وجل بإذن الله